حتى وقت قريب كانت هذه المساحة أرضا للزرع والحصاد وكانت جزءا من مستقبل المدينة لا من ماضيها لكن قدوم ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح إلى تعز حدد مهاما جديدة للأرض وللمساحات وللماضي تحولت أرض قريبة من جامع السعيد إلى مقبرة جديدة تضم بين ترابها ضحايا سقطوا في أماكن متباعدة وجمعتهم زاوية صغيرة فيها وجع كبير ومع إشراق صباحات أيام العيد تحولت الأرض إلى ملتقا بين الأحياء وأقاربهم الذين قتلوا خلال العامين الماضيين وبدأ الأطفال في البحث عن أسماء آبائهم المنقوشة على الإسمنت قبل أن يجلسوا إلى جوارها ويحاولوا تذكر ما فقدوه وتلك اللحظات التي لن ينسوها وأثناء الزيارات المتواصلة كان صوت الرصاص حاضرا وقذائف المليشيا لم تتوقف بعد عن إحضار المزيد إلى هذه الرقعة الحزينة وجعل المكان أكثر اتساعا وتحويل الأعياد إلى مناسبات للحزن وللتفكير في المسافات التي يتركها الراحلون ولا يعوذها البكاء عند الشواهد